فقد الخط العربي رائدا من رواده إنه الخطاط يوسف ذنون عبد الله شيخ الخطاطين العراقيين وفقيه الخط العربي الذي توفي عن عمر ناهز تسعين عاما ولد يوسف ذنون عبد الله في مدينة الموصل عام 31 وتسعمائة ألف ودرس فيها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ثم تخرج من الدورة التربوية ذات السنة الواحدة عام 51 وتسعمائة وألف عين بعدها معلما في مدرسة المحلبية ثم انتقل للعمل في العديد من المدارس في الموصل برع منذ صغره في الرسم وإجادة الخط العربي ثم عزز ذلك بدراسة الخط والتربية الفنية في معهد المعلمين ليبدع في كتابة هذا الخط بمختلف أنواعه حتى نال الإجازة من الخطات العثماني الشهير الشيخ حامد الآمدي عام 66 وتسعمائة وألف عقد العديد من الندوات والمحاضرات في تاريخ الخط العربي وتطوره وشارك في كثير من معارض الخط العربي في العديد من البلدان وله آثار فنية في الخط واللوحات على الكتب والمجلات فضلا عن كتابته لوحات وأشريطة لأكثر من 188 جامعة له العديد من المؤلفات مثل درس التربية الفنية وخلاصة قواعد خط الرقعة ومبادئ الزخرفة العربية وغيرها ويعد من أبرز العلماء في التراث الخطي عند العرب وتتلمد على يده كثير من الطلاب في العراق والوطن العربي والعالم وبرز منهم خططون معروفون عربيا وعالميا احتفلت به العديد من المؤسسات الخطية والعلمية والفنية والثقافية في العراق والوطن العربي وكرمه الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر عام 1972 وتسعمائة وألف أحيل إلى التقاعد في عام 1981 وتسعمائة وألف إلا أنه استمر في ممارسة الخط على النحو الذي كان عليه سابقا فافتتح مركز يوسف ذنون المتخصص بالدراسات والأبحاث التاريخية والفنية اشتركوا في القناة